تضخم ظهرة الاتجار بالبشر تدق نقوص الخطر في العراق بعد أن سجلت مؤسسات حكومية ومنظمات مجتمعية ارتفاعاً ملحوظاً في نسابها نتيجة ظروف اقتصادية وسياسية وأمنية صعبة. لجنة المرأة والأسرة والطفل البرلمانية حذرت من استغلال الأطفال من قبل عصابات الجريمة المنظمة مؤكدة إهمال الملاك من قبل مؤسسات الدولة المعنية بالأطفال والمشردين في ظل غياب القوانين التي تحمي هذه الفئة. لا سيما بعد خلاف الكتل السياسية والأحزاب على قانون حماية الطفل ما أدى إلى توقف تمريره داخل البرلمان. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف من جانبها أعربت عن خشيتها من تأثير ارتفاع نسب الفقر على أطفال العراق دعية إلى العمل لبناء بيئة شاملة لحماية هذه الفئة حيث يشكل الأطفال الغالبية من نحو 4.5 ملايين عراقي من المعرضين لخطر الفقر بسبب تأثير النزاعات السياسية والحزبية. منظمات إنسانية وحقوقية أكدت وجود عوامل عديدة تقف وراء الارتفاع الملحوظ في نسب الاتجار بالأطفال. أبرزها الفقر وانتشار الفساد والرشا في المؤسسات الحكومية المؤدية للتراخي في حصول المجرم على جزائه أو الإفلات من العقاب. محذرة من تصاعد اللافت لهذه الظاهرة نتيجة استغلال الأوضاع الإنسانية لأسيما مع الإعلان عن وجود أكثر من 5 ملايين طفل يتيم في العراق وفق مفوضية حقوق الإنسان. ودفع الفقر إلى زج مئة الآلاف من الأطفال العراقيين إلى سوق العمل حيث كشفت وزارة التخطيط الحالية أن نسبة عمالة الأطفال اقتربت من نحو نصف مليون. الأمر الذي يجعل من إيجاد حلول لظاهرة الاتجار بالبشر منعدمة، لا سيما مع وجود عصابات تنتمي لأحزاب ومليشيات تتخذ من الاتجار بالأطفال تجارة لها في ظل حكومات متعاقبة متهمة بإدامة ظاهرة الإفلات من العقاب واستغلال الأطفال من قبل عصابات التسول والاتجار بالبشر والمخدرات وغير ذلك من الظواهر الشاذة التي طفت على السطح بعد عام 2003.